مرحبا يا شباب ومرحبا يا صبايا كيفكم؟ شو أخباركم؟ شلونكم؟ شوفي مافي؟ كيف الصحة؟ كيف الشغل؟ مبسوطين؟ إن شاء الله بتمنى لكم يوم حلو وأسبوع معبة ومليان باللحظات الحلوة والمفاجآت يلي بتجنن اليوم بهاي الحلقة رح خبركن وأحكي لكن وأروي لكن الجزء السادس من قصة The Fake Flower Shop in the Old City فجهزولي حالكن وهيك عدو على طراحة أو على كرسي مريح أو على التخط وزا بردانين شغلوا السوفاج وزا مشاوبين شغلوا المكيف وفتحوا الشباك إذا عنكن منظر حلو بس إذا في برد خليه مسكر تمام؟ وطبعا مثل عادة as usual إذا تردت إلى الموضوع من هذا القرار مع العربية ومع الإجابات ومع الإجابات ومع الإجابات ومع الإجابات يمكنك أن تذهب للمعرفة عربية مع خالد على مراتيوني هناك أيضاً يمكنك أن تجد PDFs من أخرى القيادة أخرى ومعرفة عربية ومعرفة العربية وخلينا انبلش الجزء السادس من قصة ومعرفة العربية في مراتيوني بعد التفكير الطويل طلعت بدراسي فكرة جهنمية فتحت درجة المحل وطلعت ورقة بيضة وكتبت عليها بالخط الأحمر العريض وعلقتها على واجهة المحل الرئيسي وفعلاً بلشوا الطلاب الأجانب يجوا لعندنا على المحل وبلشنا نتبادل معهم اللغة عربي إنجليزي وبلشت إنجليزيتي تتحسن والطلاب بلشوا يحكوا عنا للطلاب التانين ويمدحوا فينا خلال ست شهور صار فيني أحكي إنجليزي بشكل منيح وسمعتنا بين الأجانب صارت مشهورة وصار عندي كتير رفقات أجانب والمحل صار متل ما فينك تقول مركز تبادل اجتماعي بيوم من الأيام كنت معزوم على حفلة بنادي ليلي مشهور بالمدينة الأديمة هذا النادي معروف كتير بين الأجانب اسمه نادي كهف دبعل اليوم كان يوم جمعة وأنا كنت بالنادي عم أرقص مثل المجنون إجل عندي شاب سكران وقال لي مرحبا مرحبا أنا اسمي جيمس من أمريكا وأنا سمعت عنك كتير وحابب أتعلم معك عربي أنا هون فكرت إنه بده يعمل تبادل لغوي وقلت له أيوة ما في مشكلة قال لي قديش سعر الدرس أنا هون اتفاجأت وقلت براسي همم هذا الزلمة بده يدفع لي مصاري مش هندرسه ممكن هو سكران وما بيعرف شو عم يحكي بس رح قل له عشر دولارات الساعة الساعة قال لي تمام أي يوم بناسبك قلت له يوم السبت الساعة عشرة راح جيمس وأنا بلشت أرقص على غنية مايكل جاكسون ومن جوا متفاجئ ومبسوط كمان إجا يوم السبت وصارت الساعة عشرة ودق الباب فتحت الباب ومين بيطلع جيمس طلع كلامه مزبوط وما عم يمزح درست جيمس ساعة ونص معي وبعدين شكرني وعطاني خمسة عشر دولار واتفقنا على درس جديد وراح بعد ما راح أنا اتطلعت بالمساري وكنت كثير مبسوط ومندهش وقلت لحالي أنا لازم صير أحسن مدرس عربي بدمشق الأديمة موسيقى